مرحبا بكل من يتبعنا هذه اللحظات أنتم على مدين في متابعة لبرنامجكم الصباحيات المغاربية سعدنا دائما نستضيفكم مستمعين ومشاهدين لكل من يتواصل معنا هذه اللحظات في بث مباشر وحي عبر صفحات التواصل الاجتماعي برفقتنا في الستوديو المحامي عصام الدودي صباح النور وإهلا بك صباح النور أهلا ياسمين أهلا فرحانا وأهلا بسادة المستمعين الكرام صباح النور محببك سيدي نوصل دائما هذه الحلقات التنورية والتوعوية لسادة المستمعين المشاهدين لمن هو يكتري محل للسكنة وترتب عنه مجموعة من الإشكاليات للأسف شديد نتيتة تجهلنا للقانون الأسبوع المنصر يمكننا بصدد الحديث عن السومة الكرائية ومتى يحق لصاحب المحل أنه يزيد السومة الكرائية وقلت بأنه القانون نص واضح وصريح في هذه النقطة بالذات على أنه الزيادة تتم كل ثلاث سنوات متتالية لثلاث مرات يعني الزيادة سنة الأولى مرت ثلاث سنوات ويجيك ويطالبك بالزيادة مشروعة وقانونية مرت ثلاث سنوات وزيادة الثالثة عادية وقانونية وهي آخر مرحلة في الزيادة المستمع الكريم ياسين أرسل للبرنامج إيميل مطول مختصره المفيد يقول على أنه فعلا يكتري محلا سكنيا وصاحب المحل طالبه بزيادة كرائية بعد ثلاث مرات يعني هو أدى الزيادة السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة ولكن صاحب المحل كل مرور ثلاث سنوات يقف على راسه ويقول له هذه الزيادة مرت ثلاث سنوات عطيني زيادة فهذه الحالة بنضحقي واحد الأمر ماشي سنة الأولى والمرة الأولى والمرة أخرى والمرة الأخرى يعني ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات مزين في معجرا المرتippة إلى مثلا المرتبة بالفتنة الغزاوريا في لم箱 متوقيت وتلاث سنوات ولا توقيت قام بدا 사� Mosc Church يكون عنده الحق أنا أتجاوز ذلك ثلاث سنين مهم ثلاث سنين باش ما كيكونش واحد تعسو في استعمال هذا الحق في الحالة دي للمستمع الكريم وأن لك نزاد ثلاثة المرات بالنسبة المعينا اللي حددها القانون المسبة قنوية 8% حيث كين بعض الناس كي يزايدوا على هذه النسبة هذه ويقول لك لا أنا العقار ديالي عنده ساوي كتر مثلا إذا بغت زيدني مثلا واحد القادر معين يعني تجاوز ذلك النسبة هذه يقولوا لا لأن المكتري خصو يرفض هذا الأمر هذا خاصو دائما يرجعوا القانون ويحتكموا القانون بدون ذكرى واضحة في الباب هذا 8% للمحلة السكنية و10% للمحلة التجارية إذا بما أنه زاد ثلاثة هذه المرات متتادية المرة الرابعة خاصة تكون بواسيطة حكم قضائي أولا خاصة ذلك المكر يلجأ للمحكمة ويلجأ للقضاء ويعطي المبررات القانونية والمبررات الواقعية اللي كتخولوا الحق في المطالبة بزيادا المرة الرابعة يعني لما مرت ثلاث سنوات وجاني للمرة الرابعة وقال لي يزيديني الكرة قلوا لا أنا أرفض ورفضا باتا ما عديش نزيدك قال هاليا أستاذ عيسام داودي لأن القانون يعطيك الحق في ثلاثة المرات والمرة الرابعة ما يمكنش أنا غدي نزيدك إذاً هكذا تقام مدى الحياة كل ثلاث سنوات غريب لا ما فهمتني علاش تديني المحكمة وان القانون يقول لك الزيادة عندك حقها في ثلاث مرات الرابعة علاش هذوك بعض بعض الملك سامح حوام الله يكون عندهم واحد الجاشعة غريب يعني مجرد ذلك المكتري ينتفع من ذلك العقار كل ما المعيشة تتغلاء لا تتغلاء معيشة تتغلاء المعيشة على ذلك المكتري بالضبط كي يرى أن المنازل المجاورة يقول له هذا راوح المبلغ يقول له أنت باقي كارب نفس ذلك المبلغ بسيطة يقول له سير طالب زيادة يجعل القانون يحسره وقانون يقنن هذه المسألة الزيادة وينضمها بنوصوص قانونية واضحة لا يمكن أن يكون كل ما يعني على الهواء ديالي كل ما بنية في ذلك السيدة يقول له نطالبه بالزيادة علش المشرع قل لك تزيادة الرابعة سوف يفعل المحكامة حتى تخرج بواسطة حكم قضائي إذا ستجد المحكامة نزيدك نزيدك سؤال واحد آخر سوف نأخذ واحد مثل مثلا بشي يجينا سهل سيد كريب ألف درهم ثلاث سنين بعد ثمانية في المياه هي ثمانين درهم سيخلص ألف وثمانين درهم من بعد مرة ثلاث سنين مثلا في المرة الثالثة ثمانية سلبك المجزي و طالبي ما التوبة rolls بشكل حبي يعني كنا بعض الناس يتعنتون في ذلك الزيادات يقولوا لنا ما ديش نزيدك أنا وخار قانون كي أعطاه لك تد سير دعين يا سيدي سير المحكمة ويجب عليكم قضائي ونزيدك 8% ديالك وهنا تعسف من الطرف الآخر إيا حنا كنقوله المستارك تقول لك حبيها كي استفتلك إندار كي يقول لك أرى أن أخبركم على أن ثلاث سنين الأولى ديال العقد الكيلة ديالك رادازت ودبارك أن طالبك بزيدة ديال 8% لذلك أرى أن أبتداء أن من الشهر المقبل أبدأ تخلصني بـ 8% زائدة كي ينبعض المكتنون ما يستجبون هذا الاندار هذا في حاسين ما يستجب ليش ويبقى المكريم مربع عدة خصو يلجأ المحكمة وتعطي الحق في ذلك الزيادة ديال 8% كي ينعوتني بعض المكتنون تهو ما سامحهم الله تهو ما كيتعسفو في تطبيق هاد القواعد القانونية كي يقول لك لا أنا كون مبايت نزيدك سيردعيني ونزيدك أنا ما نزيدك شحبيا ما نعطيها لك السهلة سيدي جيبني حكم قضائي ونزيدك وذاك حكم قضائي إلا تحكم بتدائيا كي يستانف ومشي معها للسينة ويجبدو هذي كي أقول أنا هو هذا هو التقاضي ليسو أني هذي كنت تتكلم هذي الجانب هذا الالوجيك نحن نسميه هذي كنت تسميه هذي نقوله بغين المنطقها يعني منطقي المنطق ديالة بحلي قلها أستاذ داودي ما تجيك ش سهلة ما تجيك ش سهلة وعليش نهار الول جيتم تمسكن وجيتم يعني راغب زاوك طالبين راغبين أبغيت محل كراي وأنا راني الله عمرها دار وما تسمعي مني لا ضجيج وما تلقي معي أي إشكال وما تعفي غير الكرديالك شهريا يوصلك بدون إشكال يا أخي لش ما نفترضه دائما حسن النية في معاملاتنا ولا شي تمرمطه في المحاكمة هذا هو المفترض هو أن يكون حسن النية تعرف أنا لو كنت القاضي ويجي واحد يتعصف على هذا المسألة والله العظيم الكريم نزيده فوق سمين في المئة نزيده أكثر من ثمانية في المئة لأنه تعصف شوف خدم المحكمة وخدم الأطر المحكمة وضيع وقتها على شيء لأني ما بغيتش نزيد ولكن التي عندك الحق فرحنا مثلا لك نتعصف شنوك يقول القانون في حالي قلتي غادي يمشي معك المحكمة ومبعد غير عطك وغادي يستيناف ولكن هل تريد أن تقوم الوظيفة؟ نعم في السناف يتعصف وذلك يبقى لماذا لا يستطيع أن يظهر هذا كلاما؟ لا نقوم بها ولكن لا يستطيع أن تقادية لأنه تصدح لأنه أبتدائي هنا مرحلة ثانية تقادية مرحلة السناف وعندك أن تتبقى هنا ويجب الأجل لك 30 يوم 30 يوم فاغم ثلاثين يوم كاملة ونجيك حتى نهار واحد أنا نقول لك علش سأم بو إيلوجيك أنا أعطيك أن أجزمبل إيلوجيك بالنسبة للمتقاضين وبالتالي أنا نكمل لك مثلا شالش الله ما أعطينا نصيف فقرية دي القاضة مثلا واحد قتل واحد يعك فاش قتله جستما لأنه هو عنده دعاوه في المحكامة يعك هو قلك لا أنا لأنه لا أعطيك لا أعطيك أن أعطيك خرجنا لجنايات صحيح كثير ضجيش ضجيش صحيح كنا لا أعطيك هل هو باين باين ولي قانوني قانوني ولي إفيدان إفيدان حقي أنك مثلا تزيدني 8% حتى لأخور عنده حق فتقاضي حتى المكتري عنده حق فتقاضي إلا إلا هو جاهدك 8% ماشي في المستطاع ذي يخلص أو لما شي جاهد ماشي خلص وخلق قانوني يقول على أنه 8% تخلص الزيادة عندك حق الطالبية تسليم من العقل كي يمشي المحكامة ويحاول يجبض المساطير ويطاول على المساطير ويبلغ نفد ويطاول على المساطير يعني أنا كان نقول سوء النية في التقاضي هو هذا جاء طالبك حبيا وأعطيك العقار دياله ومالك تسكن فيه تستغله وتنتافع منه جاءت الواجبة الزيادة زيد أنا بغير نقول لأستاذ المستمعين بما أنه كان زيادة في السومة الكرائية ركاين حتى دعوة تخفيد من السومة الكرائية هذه ما سمعنا بها ها أنت سمعت بها وهذه المناثبة تسمع بها دونك هذا تخفيد كريا مثلا باربع كريا واحد العقار في واحد الحالة معينة يعني عقار يعني في جميع المواصفات القانونية اللائقة بالساكن دس واحد لمدة ذلك العقار تدور بشكلين أو بآخر فقد ذلك القيمة ديانه يا بعوامل خارجية يا بعوامل يعني فجائية راجع الظواهر الطبيعية وما إلى ذلك يا بفعل فاعل من طرف المالك ذلك العقار هذا ممتاز أنا كنت كريب حالي قلت بربعة لفدرهم هذا العقار هذا إلاجا قيم الخابير وإلاجا أن المحكامة سيعتغل 2000 دنم في الكرام كندير أنا دعوة أمام المحكمة المتدائية كنطلب فيها تخفيز السومة الكرائية نظرة الأسباب التالية اللي بناء على أن ذلك العقار رفقد القيمة دياله اللي على أساسها كريت في المرة الأولى المحكامة دائما بحل اللي لحتي كتلجأ دائما الخابير العقاري والخابير هو قاضي العقار كما كان قاضي يحكم مع الملفات للطبيعة القانونية حتى الخابير هو لقد جاء المحكامة في هذا الباب هذا لأنه أكثر دراية من قاضي الحكم لأنه مهندس وعنده خبرة تشد العقارات والبنايات إلى آخره لقى الخابير على أن هذا العقار هذا فعلا ما بقى يستحق هذا الوجي بركيرائية ولا يستحق مثلا 2000 درهم فما على المحكمة إلا أن تستجيب للخابير ويخفض السهم الكرائية لأنه ظهرت عوامل النقاصات من ذلك القيمة لذلك العقار هذا يعني لذلك العقار ما تستحق ذلك إلا المحكمة تستجيب الطالبة لذلك المدائي وكتحتك من طبيعة حقوقنا الخبراء والمجموعة من الخبراء وكتنقص الثمن يعني نبغي نقول أستاذ المستمعي لأنه لا يوجد زيادة التواصل مع القوانين كين الجهل القانوني بوحده يعني ما شي بالضرورة كل شخص فينا ولا كل مواطن ستكون عنده واحد درية قانونية تامة يعرف قانون المداني والكرا والتجار ولكن غير يتطالع من باب العلم بالشيء بحل يستمع مثل هذه البرامج هذه ستكون عنده واحد ثقافة قانونية ولو الحد الأدنى منها يعرف إمارس حقوق أمن محاكم لأن الحاجة التي تضر والحاجة التي تنفع نرجع الأخي السين وينقول له أن السيد هذا ما يأتي طالبه يقول لا نسل المكان الزياد إلا يجب يدي حكم قضائي ويمش المحكمة ويدافع على رأسه ويقول أن سأتي السيد هذا ثلاثة المرات متثالية كما جاء في القانون وأنا كان المتنع لأن نزيد في الكرة وأنا كالتامس من المحكمة تعين خبير يقول على أن هذا الدر هذا وليس فعلا تستحق هذا الواجيب الكرائي أو لأن كان نظر على ثلاثة سنين لا تقدر الأحوال الاقتصادية تبدل ثلاثة درجة لكي تلت ثلاثة مرة الأول والثانية والثلاثة والرابعة سأتي تزيدني لأن القانون لما كان المشرع لما كان وضع واحد لحد يقول الملك تعسف فضل حق هذا كل مبالية يقول زيادة زيادة فهذه سيكون المشرع نصف المالك للعاقار وما نصف المكتل يبقى طرف ضعيف في بعض الأشخاص مثلا من ممارستك المهنية للمسألة ومعايشتك لكثير من القضايا في ناس مثلا اللي هم صاحب عاقار لأن تعرف المسألة القانونية في كل ما يتعلق بالكراه لازالت عند الكثيرين مجهولة ويفترض لأن زيادة سنويا داد عقد معا داد عقد كراه وداد من شروطها لأن سنويا ستكون عندي نزيد الكراه ونوقعت عليها بجهل للقانون وبعدها سمعت عصامة داودي على مدئة وتنورت هنا نرجع القواعد العامة اللي كتنظم العقود عقود الكراه أو العقود بشكل عام إذا كانت بعض البنود كتختلف مع القواعد القانونية المنظمة اللي كراه تعتبر أنها لم تكن وأنها دي رأي قلت في حلقة السابقة لأن بعض الملاك يبقى ويعطوك شروط خيالية خيالية أنا غير عقد كراه كراه نموذجي نموذجي فعلاً ويوحد كاين مؤخراً جاء عندي واحد الموكل قال لي الله يخليك راجع معي هذا العقد لقد 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 شرط غريب هذا تصوري معي لأن أنا كريت لك المحل وقدرت واحد الشرط في العقد هو أن إذا أراد صاحب المحل أن يتفقد محل له في أي وقت كان فليس من حقك أن تمنعهم الدخول إلى المحل ويتفقد الأرجاء المحل كاملة يعني واحد نار يجين مع العشرة الصباح يقول لقد نشوف الدار لي وش عندك تكون بدلتي في هذا شي حيات عندك تكون شرط جميع هذه البلاسة هذه و أنا رأي قلت لك العقد على النار نجيك في أي وقت ندخل العقا هذه يوم صبار جوحة حسنا من بل لقد كنت نضحك قلت كيف الناس نيك يستوحي أصلا هاد هاد المنون هاد هاد نحن 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 رجع عندي نجريع لي نجريع لي ما نفتح لك أجي في أجي في أجي واجي رأيي دي نحن تقلغل تقلق لأنك نشوف بعض الشرط ما أنزل الله بها من سلطان وما أنزل بها المشرع من سلطان تماما تماما ياسمين أنا ضحاكني الموقف لأنه متخيل أني كارية وصاحب الملك يدق عليك ويقول لك تمحي لي واحد الجولة نقوم باحد الجولة في البيت باش نشوف واش كين تغيرات ولا ما كين تغيرات أنا جني عادية جني عادية راك انتها راك انتها تختارك حر ما تلما نزل أدخل هنا في الجنح عاوتاني دي أدخل عليا داري أنت منطقة من حسنية والناس يمشي وقعوا لذيك العقود ويمشي ويصدقوا عليها مخرج الحلقة يا سيدي الأستاذ عصام الدودي يشير إلى نهاية حلقة اليوم الأستاذ عصام الدودي محامي البرنامج شكرا جزيلا لك للتوضيح شكرا لكم أنتم مستمعين مشاهدين خلكم برفقتنا رجع لكم